أنا من موقعي هذا يامى انتقطت اتحاد الكرة في أسباب كثيرة ومنطقية بس دايماً لما الناس تعمل حاجة كويسة نقول عملوا حاجة كويسة لازم الموضوع مش خلاف أو لوم شخصي هو احنا كلنا بنحاول نشتغل لمصلحة الرياضة والكرة المصرية هتحالي كله لما يعمل حاجة كويسة برافو هتحالي كله لما يعمل حاجة غلط لأ ونقف ونشاول زي ودي الحاجة التانية اللي عشيت بها باتحاد الكرة من يومين كنت جبت لحضراتكم الموقع الرسمي لاتحاد المصري لكرة القدم وكان في حكاية دمها تقيل جداً جداً انه موقع مش قبضو ديت ما فيهوش تحديثات اخبار قديمة فيه نسخة عربي فيها جمال علام رئيس الاتحاد الكرة تفتح النسخة الانجليزي تلاقي هانيا بوريدا هو رئيس الاتحاد الكرة تفتح النسخة الفرنساوي تلاقي احمد مجاد هو رئيس الاتحاد الكرة حاجة عايب قوي يعني قوي زي اللي جاي ده ملوش اي علاقة بحدث حالي هو الصدفة جمعتني بهذا الامر فلما جمعتني الصدفة كانت الصدمة كانت الصدمة والله زعلت من قلب قلبي نهاردة قلت وانا بسرش على اخباري وشغلي العادي كان دايماً الحاجات بتاعت حاد الكرة اخبار البيانات كنت بتطلع لي على فيسبوك تمام فكنت عايز حاجة معينة بسرش على حاجة معينة فانا ما بيعوز أن سرش على حاجة معينة بخش مثلاً على الويب سايد بتاع الاتحاد الدولي بخش على الويب سايد بتاع الاتحاد الأفريكي بخش على الويب سايد بتاع الاتحاد الرواندي بخش على الويب سايد بتاع اتحاد سنغالي الاتحاد الاسيوبي بخش على اي اتحاد كرة بخش على الويب سايد وبلاقي اللي انا عايزه فقلت اخش على الويب سايد بتاع اتحاد المصري عشان ادور على المعلومة اللي انا عايزه ففتحت الويب سايد بتاع الاتحاد المصري لكرة القدم صدمة مرعب اتخضيت ده بجد انت متخيل ده الويب سايت الرسمي بتاع اتحاد الكرة لأهم دولة في القارة الأفريقية عندها تاريخ في كرة القدم بالمصري جمال علام بالانجليزي هانيا بوريدا بالفرنساوي أحمد مجاهد دول رأسها اتحاد الكرة المصري ايه الهزار ده؟ ايه الهزار والضحك ده؟ ازاي؟ ازاي؟ ازاي محاش مراجع الكلام ده كله يا أخي في البقاء اللغات وكيه كيه تفش عامل update لللي بالعربي فاكين مش تعمل update لللي بالانجليزي وبالفرنساوي ده فيه صورة كمان اللي بالروس طبعا مفيش ويب سايت احنا حطين روسي بس حطين لغة الروسي دي بس مفيش ويب سايت لما تخش مش هتلاقي حاجة أصلا مش هفيش داتة أصلا قدي التلت صور جنب بعض تلت صور بص يا حبيب بص معي تلت صور تاني أنا هفضل أكررها والله عشان أتجننت النهاردة لما شفتها جمال علام جمال علام بالعربي رئيس الاتحاد الكرة بالعربي هاني بوريدة رئيس الاتحاد الكرة المصري بالانجليزي أحمد مجاهد رئيس الاتحاد الكرة المصري بس بالفرنساوي ايه ده وبعدين يعني ايه مثلا واحد طبعا اللغة أكثر الدول الأفرق يعني بيتكلمه فرنساوي هيخش مش هلاهه أي أخبار ولا أي داتة ولا أي بيانات ولا أي حاجة عن الاتحاد الكرة ولا أي حاجة بالانجليزي نفس الأمر وللأسف بالعربي كمان نفس الأمر اتحاد كرة لأكبر دولة أفريقية في تاريخ كرة القدم معتمد على صفحة على الفيسبوك في استجابة سريعة من الاتحاد المصري لكرة القدم جابوا ناس أو شركة يبدأوا يشتغلوا على تطوير هذا الموقع الرسمي لاتحاد المصري لكرة القدم خطوة متأخرة بس يعني خدوها ما تأمصوش ما زعلوش ما جوش قالوا لك إيه مثلا يا عم انت ماسك في سلبياتنا وسائب إيجابياتنا لأ قال لك احنا عندنا غلط في حاجة احنا مكسرين فيها فأدم سمعنا النصيحة أدم سمعنا لفت الأنظار للموقف طب تعالى نشتغل ونعدل برافو 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 طب اتفكرنا كنا نسيين ولا مش شايفين طب مش عاملين لأ عادي بنعدل لمصلحتنا كلنا تاني كلنا مصلحتنا واحدة من الكرة المصرية بقى شكلها كويس الكرة المصرية تبقى في أفضل حال إن زي ما بيقولوا كده ايه البراند ايميج أو صورتنا في العالم كاتحاد كرة تبقى صورة جيدة يعني اللي بيخش من أي حتة في الدنيا على موقع اتحاد الكرة عشان يشوف منتخب مصر يلعب إمتى ولا 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 أي معلومات عن منتخب مصر يلاقي نسخة من موقع الالكتروني كويسة ما نبقاش مكتفيين بصفحة على الفيسبوك عيب يعني لأنا عرفت كمان إن كلاتنبرج رئيس لجل الحكام السابق في اتحاد المصر كان مدى جدا من فجهة إن فيديوهاته اللي هو كان بيعملها دي بتاع التحييي الحكام بتنزل على صفحة على الفيسبوك ومتنزلش على الموقع الرسم عرفت بعد كده يعني بعد ما أثرنا هذا الموضوع بس في كل الأحوال برافو تانية لاتحاد الكورة تانية برافو حلو هدي أمنحسن وبنعدل